بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الطائية او رؤية القبع اه في المنام. هنهارف اهم التفسيرات اللي متعلقة بيها. سواء شاف الرأي ان هو اه بيشتريها او ان حد ادهاله اه هدية او ان انها ضاعت منه او ان هو بيخلحها. هنعرف اهم التفسيرات. اولا الطائية او القبعة من الرموز اللي ممكن تبشر الشخص بقدوم رزق وبقدوم مال ومال وفير. من الرؤية اللي بتدل على الخير وعلى النعم وعلى الاستقرار في حياة الرأي سواء في حياته الاجتماعية لو متزوج او في حياته الاقتصادية. كمان رؤية الطائية من اللي بتدل على قدرة الرأي اه ان هو ياخد قرارات. القرارات دي هتكون قرارات اه صحيحة اه سليمة. كمان لبس الطائية اه لما يشوف الرأي انه ملابس طائية والطائية دي نطيفة. من الرأي اللي بتدل على الاستقرار. وكمان على التفوق وعلى النجاح. على تحقيق انجازات. سواء في حياة الرأي الشخصية او في حياةه العملية. والعكس لما يشوف الشخص انه لابس طائية. طائية دي شوية متسخة او غير آآ نديفة. آآ فالعكس من الرأي اللي بتدل شوية على هموم او مشاكل او عدم استقرار آآ في حياة الرأي بشكل عام. لما يشوف الشخص انه بيرتدي طائية مهرج او آآ طائية بهلمان. احيانا بيدل على تعرض الرأي لحالة من الفقر او العوزة. آآ كمان الطائية العسكرية. لما يشوف الرأي انه لابس طائية عسكرية فدي مكانة آآ هيحصل عليها وترقية هيحصل عليها في عمله ومكانة آآ بين الناس. آآ كمان لبس الطائية الخاصة بالرياضة. برضو من الروع اللي بتدل على النجاح وعلى التفوق وعلى آآ تحقيق احلام وتحقيق آآ امنيات. لما نشوف ان فيه حد بيهدينة وبطائية والطائية دي سليمة او بيهدينة بكبعة والكبعة دي آآ سليمة. شكلها حلوة ومناسبة لنا فبشارة بتحقيق امنيات آآ كمان بشارة بقدوم الخير وبقدوم السعادة. لو الشخص غير متزوج سواء كان آآ رجل غير متزوج او فتاة غير متزوجة بيكون بشارة بالزواج والارتباط عن آآ قريب. كمان الرجل لما يشوف ان فيه حد بيهديه بطائية مصنوعة من الصوف. الطائية المصنوعة من الصوف ده بشارة بان هو هيكسب مال والمال ده هيكون مال حلال. كمان الفتاة الاسباع لما تشوف فيه حد بيهديها بطائية فمن الرموز اللي بتدل على استقرار آآ مادي كمان استقرار في حياتها العاطفية آآ بيكون بشارة زي ما قلنا بالزواج والارتباط. الطائية للمرأة المتزوجة كمان بشارة بسعادة وباستقرار وتحسن في وضعها بشكل عام او في حياتها بشكل عام. الطائية الجديدة آآ من الرؤى اللي بتدل على السروة او على مال او على رزق واسع هيحصل عليه الشخص. كمان المرأة الحامل لما تشوف الطائية فبيكون بشارة لها بولادة آآ سهلة بولادة ميسرة كمان بصحة ليها قوي بصحة لي آآ جنانها من الرموز برضو اللي بتدل على ساعة في آآ رزقها. آآ كمان شراء الطائية. لما يشوف الراي انه بيشتري آآ طائية فبيكون آآ برضو من الرموز لما يشوف انها شكلها حلو عليه آآ فشراء الطائية او القبعة بشارة بتغييرات ايجابية هتحصل في حياته كمان بشارة بتحسن آآ في احواله آآ للافضل. شراء آآ قبعة او طائية جديدة من الرأي اللي بتدل على فرصة آآ جديدة في حياة الرأي. ممكن تكون الفرصة دي خاصة بعمل جديد او وظيفة جديدة او ارتباط او آآ يعني فرصة ب بشكل عام. كمان شراء الالطائية من الرأي اللي بتدل على منفعة وعلى آآ عمل جديد للرأي على تخوله في مشاريع آآ جديدة. كمان بشارة بحصول الشخص على الصروة. الصروة دي هيحصل عليها يمكن بدون دعب او بدون آآ مجهود. آآ من الرموز برضو آآ شراء الطائية من الرموز اللي بتدل على آآ بداية مشروع للزواج. لما يشوف الشخص انه بينزع الطائية او بيخلحها فشوية بتدل على هو مش قادر يسايدر على امر من امور حياته بشكل آآ طبيعي. آآ كمان آآ احيانا ان في آآ اشخاص ممكن يكونوا بيتخلوا في شؤونه او بيتخلوا في قراراته. لما نشوف ان في شخص ميت هو اللي بيعطينا القبعة دي او بيعطينا الطائية. فمعنى كده ان احنا هنحصل على منفعة من ورا الشخص الميت ده. سواء كان آآ نصيحة آآ يعني سواء كان آآ منفعة آآ بي الاسم مثلا او منفعة آآ مراس. آآ كمان آآ لما يشوف الرأي انه بياخد آآ آآ طائية من شخص ميت دي منفعة ممكن يحصل عليها من قبل آآ آآ حد من افراد العائلة او اهل المتوفي. آآ كمان من الرموز لو كانت سليمة وكانت جديدة فده رزق و آآ مال. لو مرأة متزوجة هيكون بشارة لها بالحمل. لو فتاة عزباء هيكون بشارة لها بالارتباط. كمان لو مرأة حامل فده سلامة ليها ولي آآ مولودها. آآ كمان لما يشوف الشخص انه ضيع الطائية بتاعته. آآ ضيع الطائية من الرموز اللي بتكون غير آآ مستحبة. اولا من الانراء اللي ممكن تدل على حدوث مشكلات. على حدوث آآ امر سيء للرائية على سماعه. اخبار للأسف هتكون غير آآ سعيدة. ضيع الطائية لما يشوف انه فيه رياح آآ شديدة جدا ضيعت الطائية او خلعت الطائية فاحيانا بيدل على حدوث امور آآ سيئة او غير آآ مرغوب فيها هتأثر بالسلب على حياة الرائي. ضيع الطائية كمان آآ من الرؤى اللي بتدل على آآ فترة هيمر بيها الشخص شوية الفترة دي هتكون فيها حزن او هتكون فيها آآ تعب. ضيع الطائية احيانا بيدل على ضيع فرصة. ممكن كانت آآ هتكون متاحة للرائي وللأسف آآ الفرصة دي اهضيع. ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الالطائية او برؤية القبعة. اتكلمنا عنها بشكل عام وارفنا امتى بتكون رؤيتها محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير محمودة. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو فيه اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت. انا ان شاء الله هرد عليكم. باشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلام. اشتركوا في القناة